متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوجل اعلنت عن تحديث جديد خاص بجيميناي وجيميناي دلوقتي تقدر ان انت تكريت او تعمل صور بالذكاء الاصطناعي من خلال النص باستخدام اماجين ثري اماجين ثري كان مفتوح من فترة مش بعيدة على امج اف اكس وكنت بروح اجربه على امج اف اكس وكان مفتوح مش اي مشكلة فيه بعد فترة افل الموقع وقال لي هو في المكان اللي انت فيه هو مش مفتوح لك هي عملت الموضوع ده من خلال جيميناي في الوقت تقدر تعمل كريت لامج باستخدام اماجين ثري وفعلا اماجين ثري من الموضل اللي بتديك جودة عالية جدا في الصور حبيت بس ان انا اديك فكرة عن اماجين ثري لو تحب تقرأ اكتر ممكن تروح لديبمايند.جوجل حطلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو عشان تقدر تعرف عن الموضل ده اكتر تعالوا بقى نروح لجيميناي ونبتدي نجرب اماجين ثري او توليد الصور باستخدام اماجين ثري موضل اولا تعالوا نشوف ايه المسموح لنا في الفري بلان وايه المسموح لنا في الادفانسد بلان لان احنا ممكن نستخدمه بشكل مجاني لو رحت للهلب هتلاقي فيه الابديت ومن الابديت هنشوف اخر ابديت بتاريخ تسعة عشرة الفين اربعة وعشرين واللي بيتكلم عن اماجين ثري هنا بيقول لك ايه هنا بيقول لك انت دلوقتي تقدر ان انت تولد صور باستخدام اماجين ثري والكواليتي بتاعتها عالية والديتيلز بتاعتها عالية في الخطة المجانية ولكن خد بالك ان انت مش هيكون لك مفتوح في الخطة المجانية بعض الفيتشورز الموجودة في الخطة المدفوعة واللي بتسمح لك ان انت تولد صور بتحتوي على اشخاص يبقى اذا مش هتقدر تولد صور فيها اشخاص باستخدام الفري بلان ولكن لو عايز صور عليها التفاصيل بفهاش اشخاص تقدر تولدها عادي جدا في الخطة المجانية وده اللي حنعمله مع بعض النهاردة دلوقتي هو حاليا بيسابورت الانجريش بس سواء كان في الخطة المجانية او المدفوعة وحيبتدي انه هو مع الوقتي اكسباندينج الموضوع ده لمور كونتريز بلغات مختلفة يعني اتمنى ان يكون الامر بالعربي بعض الناس بتحب تكتب الامر بالعربي علشان تكتب راحتها التكست فانا اتمنى ان احنا نلاقي الموضوع ده واتمع الوقتي يالله بينا نجرب اماجين ثري داخل جيميناي مش بس كده هنقارن ما بينه وما بين شات جي بي تي اللي بيستخدم ده الاي نروح لي جيميناي في مواقع كتير ممكن تديك برومت او امر بالذكاء الاصطناعي فيه تفاصيل عالية جدا وتقدر ان انت تولد بيه صورة بالذكاء الاصطناعي لكن انا هنا هستخدم جيميناي نفسه فحقول له give me a تكست برومت to generate an image describe بتوصف the describe مش هنتكلم عن اشخاص خالص the life in the future and includes the details about the environment وحادوس enter مش هصحح دلوقتي اي grammar هو هنا عطاني زي ما احنا شايفين الامر وهنا مش هكتب الامر تاني هقول له create an image based on the previous text prompt يعني ابتدي اعملي اعملي امج مبنية على اتكست برومت هنا بيبتدي يولدي الامج ويز اماجين ثري تعالوا بقى نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي ما خدش وقت ما خدش وقت هي دي النتيجة بتاعتي جيدة الى حد كبير حبتدي ان انا اعمل لها download تعالوا نشوف حاجة تانية هنا انا عايزة اكاسل اعايزة قلعة على ابتدى ان هو يديني الامر هنا حقول له create an image based on the previous text يعني ولد لي صورة بناءا على الامر اللي فوق هنا ابتدى يديني الصورة بتاعتي castle على high mountain زي ما طلبت وبعد كده حبتدي ان انا اعمل download تعالوا بقى نقارن ناخد الامر انا هاخد نفس الامر وحبتدي ان انا اروح لي شاة جي بي تي عشان انشئ نفس الصورة باستخدام dal e حبتدي اقول له هنا create an image for وابتدي ان انا احط الامر ونشوف كده النتيجة هتكون عاملة ازاي هل النتيجة هتكون افضل من imagine 3 ولا لا عشان اقدر اقارن ما بين الاثنين ارشاة جي بي تي ممكن يكون اخد وقت شوية عن جيميناي ولكن ايضا التفاصيل في الصورة حلوة جدا الاثنين حلوين بصراحة ممكن يكون resolution بتاع ده ال e برضو عالي يمكن اعلى شوية مش قادر احكم بصراحة ما بين الاثنين ياريت اسمع يعني في التعليقات كده رأيكم انه افضل تعالوا نشوف امر تاني او الامر التاني اللي احنا استخدمناه مع جيميناي عشان نشوف النتيجة طبعا هنا انا وصلت في ال image creation للحد بعد ما الصورة دي هتظهر دلوقتي زي ما احنا شايفين دي الصورة جودتها عالية جدا جدا وايضا جيدة جدا من ناحية الجودة بتاعة الصورة شايفة انها افضل شوية يعني الى حد ما واكتر شوية في التفاصيل من imagine 3 اقدر اقولك ان انت من خلال شات جي بي تي انت محدود بعدد معين في انتاج الصور لكن بالنسبة لي جيميناي لا انا يعني ولدت صور كتير من خلال جيميناي فبالتالي انا شايفة ان الجيميناي ممكن لها بعض المميزات الجيدة في الخطة المجانية عن شات جي بي تي وهو السرعة وايضا انا ممكن اولد قدر البأسة به من الصور عن شات جي بي تي انا معرفش برضه هو مش محدد لي هنا هل في عدد معين ولا لأ من الصور اللي مفهاش اشخاص ايضا في موقع اسمه Peter at AI Peter at AI ممكن هو يساعدك جدا في توليد الامر بالذكاء الاصطناعي مش فاكرة اذا كنت تناولته على القناة ولا لأ ولكن ممكن لا تناوله لو ما تناولناهوش في فيديو اخر زي ما بقولك في نهاية كل فيديو منساش تعمل ساوسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم بمتابعين الاعزاء من تنساش اللايك وشير والكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته